فيروس الغش والتحايل مس بعض أصحاب محلات الهواتف الذكية وتسبب في خسائر لزبائنهم طارق أحد الضحايا بعدما اشترى هاتفا جديدا وأصلي لكن الأكسسوارات كانت مقلدة تقربنا من أحد باعة الهواتف الذكية والذي أكد أنه قام في عدة مرات بنزع أكسسوارات أصلية وتغييرها بالمقلدة كما أن هناك من يأخذون قطعا أصلية عند الصيانة بدلنا الباطري الأوريجينال مع الباطري نورما لأنك أكيد تبدلها الأوريجينة تدير غالية غالية اللي بدلناها بيها كما أنت إكتبت في تحديك تدير 100-200 الأوريجينال تدير 200-200 يبدل لك كوي يبدل لك باف تخدم كونيكتير يقول لك راح على الباك يقول لك عليك جاي في هاديك البلاكة وهي ما كان ما كانه هو يبدل لك يقول لك باكس غدلك خيط لخاتشة خيطة حمي تجير قياق ولي وهي ما كان ما كان نتيجة هذا الاحتيال وخيمة على صاحب الهاتف الذكي الذي قد يتعرض بعد أشهر للتوقف التام وسيضر ذلك كثيرا بسمعة أصحاب محلات الهاتف الذكية من أجل ربح بعض دنانير استغلوا أصحاب محلات الهاتف الذكية جهل المستهلك في الكثير من الأحيان ليبيعوا قطعا مقلدة على أنها أصلية